اهلا ومرحبا بكم احبابي نكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرح هذه الدرة التي هي من درر العقيدة المباركة عقيدة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام عقيدة الأشاعر والما تريدية نصرهم الله وحماهم الله وأذكر لكم أمرا قبل أن أبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه علينا يا أحباب أن نعين إخواننا الملهوفين أحبابنا أهلنا الجيران وهذا يا أحباب لا يكون دائما بالمال وإنما أحيانا قد تكون الإعانة بقضاء حاجة له بمساعدته بحمل أغراضه فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيه حث على الصدقات وأنت لا تدري أي صدقة قد تعتق من النيران الواحد منا يا أحباب الصدقة التي يعملها في هذه الدنيا يجد نتيجتها في الآخرة فالواحد منا يخلص النية لله عز وجل وكذلك أخلص النوايا بسماع هذا العلم وضبط الكتب وكتابة الفوائد إن شاء الله عز وجل بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات معناه يا أحباب استجابة الدعاء يعني بما يوافق مشيئة الله الدعاء لا يرد القضاء لا يغير مشيئة الله تبارك وتعالى هذه عقيدة أهل السنة في هذه المسألة وأما الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء فمعناه القضاء المعلق هناك أشياء كتبت في صحف الملائكة من باب التعليق إن فعل فلان كذا يحصل كذا وإن لم يفعل لا يحصل معه كذا هذا كتب معلقا ولكن الله علم في الأزل وشاء في الأزل وقدر وقضى في الأزل أن فلانا سيحصل معه أحد هذين الأمرين يعني التعليق ليس في صفة الله التعليق في الكتابة وكل الأمرين هذا وهذا يعني المعلق يكون مكتوبا أيضا في اللوح المحفوظ فالحاصل الله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات أي لمن شاء أن يستجيب له فضلا منه وكرما لا وجوبا لأنه ليس على الإله شيء يجب وليس المعنى أن كل من يدعو يستجاب له أي يتحقق مطلوبه فهذا نبي الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعطاه الله أشياء ولم يعطيه أشياء وكذلك غيره من الأنبياء ليس كل نبي أعطاه الله كل ما سأل بعض الأنبياء أعطاهم الله كل ما سألوا لأن هذا وافق مشيئة الله تبارك وتعالى وبعضهم لم يعطهم لأن الله لا تتغير مشيئته ولو بالدعاء أو الصدقة فلو لم يستجب لم يكن ذلك ظلما لأن الظلم في حق الله لا يتصور وأما قوله تعالى أدعوني أستجب لكم فمعناه عبدوني وأطيعوني أثبكم على طاعتكم وعبادتكم هذا معنى الدعاء في هذه الآية الدعاء يأتي أحيانا بمعنى العبادة وأحيانا بمعنى الطلب من الله وأحيانا بمعنى النداء فله عدة معاني في لغة العرب ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله طرفة عين ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين الشرح أن الله مالك كل شيء وأن كل شيء يحتاج إلى الله تعالى هو الغني عننا وكلنا أي الخلق بحاجة إليه فقراء إلى الله لأنه هو الذي أوجده كل شيء من الذي أوجده الله فإذن نحن بحاجة إليه أما هو غني عن العالمين ومن اعتقد أنه يستغني عن الله طرفة عين يعني ولو بشيء قليل فهو كافر وصار من أهل الحين ما معنى أهل الحين وهو الهلاك والعياذ بالله فالذي كفر ومات على ذلك يستحق العذاب الشديد المؤبد في جهنم إلى ما لا نهاية له قال المؤلف رحمه الله والله يغضب ويرضى لاك أحد من الورى الله تعالى لا يحصل له تأثرات نفسانية ليس كالإنسان يغلي دمه أو نحو ذلك من التغيرات والانفعالات إذن ما معنى الغضب والرضى في حق الله نقول لاك أحد من الورى يعني ليس كما يوصف الإنسان مثلا بالغضب أو الرضى الشرح أنه يجب إثبات صفة الغضب وصفة الرضى لله تعالى هذا لأن الله ذكر هذا في القرآن بأن أناسا من المرضيين وأناسا من المغضوب عليهم الله أخذر في القرآن عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم يعني هم من المرضيين الذين يحبهم ورضوا عنه أي سلموا له تبارك وتعالى هذا معنى الرضى عن الله التسليم عدم الاعتراض عليه عز وجل وأخبر الله في الفاتحة غير المغضوب عليهم إذن هناك من غضب الله عليهم وهم الكفار فإذن يجب إثبات صفة الغضب وصفة الرضى لله مع تنزيهه تعالى من أن يكون غضبه ورضاه تأثرا يعني انفعالات وتغيرات بل هما صفتان أزليتان قديمتان أبديتان يقولون الغضب صفة أزلية أبدية الرضى صفة أزلية أبدية وبعض أهل السنة قالوا الغضب إرادة الانتقام من هذا الإنسان الذي يستحق العقابة والرضى إرادة الإثابة يعني تستطيع أن تأخذ بهذه الطريقة وبهذه الطريقة وكلا الطريقتين حق وهو من مذاهب أهل السنة والجماعة يعني من الطرق التي اعتمدها علماؤنا حفظهم الله ورحم الله من مات منهم أما ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري من أن آدم وغيره يقولون إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله فالمراد بذلك آثار الغضب يعني يظهر على أرض المحشر آثار من غضب الله لم يظهر قبلها هذه الآثار مثلها ولا بعدها يظهر مثلها يعني أشد الآثار فالمراد بذلك آثار الغضب كما نقول عن جهنم هي من آثار غضب الله تبارك وتعالى وليس المراد الصفة أن الله تعالى زادت صفته أو نقصت صفته أو تغيرت صفته هذا لا يليق بالإله لأن الصفة أزلية أبدية ليست طارئة لله الذي يطرؤ عليه صفة هذا حادث معناه أن الله تعالى أعد في ذلك اليوم من آثار الغضب ما لم يسبق قبل ذلك ولا يفعل بعد ذلك يعني وما شاء الله أن يكون بعد هذا مثل الذي حصل ولا يفعل بعد ذلك ما هو أشد منه لأن الله تعالى شاء أن يحصل ذلك اليوم من آثار الغضب منتهى الآثار أشد الآثار التي شاء أن تكون لكن الله تعالى قادر على أن يخلق ما هو أشد من ذلك لكنه لا يفعل كما نقول العرش أوسع المخلوقات حجما الله قادر أن يخلق ما هو أوسع من العرش لكن الله تعالى ما خلق أكبر من العرش وكذلك هنا هذا الأثر الذي يظهر في ذلك اليوم هو أشد آثار الغضب الله قادر أن يخلق أشد منه لكن الله تعالى لا يفعل لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم وخبر النبي هو الصادق المصدوق فخبره صدق فالعذاب الذي أعده لأعدائه وشاء في الأزل أن يصيبهم في الآخرة لا يتجاوز ذلك الحد الذي شاء هذا معنى ما ورد في حديث الشفاعة وليس معناه أنه تأثر ذلك الوقت يعني حصل لله تأثر وانفعال وتغير وشيء داخلي في الجسد لأن الله ليس جسما ولا يصب بالانفعالات لأن الانفعالات صفات الأجسام لأن التأثر مستحيل على الله لأن الذي يتأثر لا بد أن يكون حادثا فإذن يا أحبابي نقول الله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء الوراء الخلق نحن غضبنا ورضانا فعالات أما الله ليس كذلك قال الطحاوي رضي الله عنه ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين ولا نفرط في حب أحد منهم يعني لا نغالي نحن نلتزم وننزل كل صحابي منزلته ولا نتبرأ من أحد منهم يعني لا نزم من لا يستحق الذم من الصحابة فانتبهوا يا أحباب فإن بعض الناس يسبون كل الصحابة فسبهم أو لعنهم جملة خروج من الملة لماذا؟ لولا هؤلاء كيف وصلنا الدين؟ فمن يعادي أصحاب رسول الله هذا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج من الملة ونبغض من يبغضهم نعم نحن نكره من يكره صحب رسول الله لأن محبة الصحابة واجبة وبغير الخير يذكرهم والذي يذكرهم بغير الخير الذي فيهم هذا أيضا كذلك نحن نكرهه ولا نذكرهم إلا بخير معناه من كان يستحق ذلك وإلا فلا نكذب هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن واحد كان وضعه النبي على الغنائم أخذ شملة وقتل قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في النار مع أنه كان من صحابة رسول الله ومع الرسول في المعركة لكن الله أخبره أوحى إليه أن هذا أخذ من مال الغنيمة ماذا قال عنه في النار وذاك الذي كان من أهل الصفة يأخذ المال الصدقات على أنه ليس معه لما مات وجد في متاعه في أغراضه دينار أو دينارين من ذهب فقال النبي عليه الصلاة والسلام كية أو كيتان من نار وهذا من الصحابة فمعنى هذا الجملة لا نذكر جملة الصحابة إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان أوجب الله علينا أن نحب الصحابة حبهم من الواجبات القلبية وهذا من علامات كمال المؤمن فنعلق يا أحباب قلوبنا بصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلهم وأعلاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء أن ولد علي رضي الله عنهما واسمه محمد بن الحنفية كان يعرف بأمه لأنها كانت أمة وهو من غير فاطمة يعني رضي الله عنها هذا محمد سأل أباه عليا أمير المؤمنين رضي الله عنه من أفضل هذه الأمة بعد نبيها فقال له أبو بكر يعني أبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة بعد النبي قال له ثم أنت يا أبي قال لا بل عمر يعني عمر الفاروق ابن الخطاب رضي الله عنه قال ثم أنت يا أبي قال إنما أنا عبد من عباد الله فرضي الله عن صحابة رسول الله الشرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من لقوه مؤمنين به في حياته وماتوا على ذلك وكان لقاؤهم على الوجه المتعارف ليس ما يكون بطريق خرق العادة يعني تعريف الصحابي هو من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على الإيمان حين اللقاء ومات على الإيمان وكان هذا اللقاء على سبيل العادة لا على سبيل خرق العادة يعني هناك من التقى برسول الله ولم يؤمن ومنهم من آمن بعد ذلك أي بعد موت الرسول يعني في حياة النبي ما آمن لو التقى بالنبي لكنه كان كافرا فليس صحابيا يعني ما نال الصحبة كذلك كان من آمن في زمن النبي ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم كأبي مسلم الخولاني رضي الله عنه هذا أيضا لا يقال فيه صحابي بل يقال فيه تابعي وكذلك أيضا أويس القرني الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خير التابعين أفضل التابعين هذا من اليمن كان بارا بأمه رضي الله عنه وأرضاه فانشغل بها عن السفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاصل إذا كان آمن في حياة النبي لكن لم يلتقي به هذا لا يسمى صحابيا كأصحمة كذلك الذي كان ملك الحبشة النجاشي هذا لا يقال فيه صحابي وكان اللقاء على سبيل العادة ليس من باب خرق العادة كالأنبياء حين جمعهم الله تعالى لنبينا ليلة الإسراء فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما في المسجد الأقصى حرره الله هذا اللقاء خرق للعادة كان معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإخراج الأنبياء من القبور هذا أيضا خرق للعادة الحاصل لا يقال فيهم من الصحابة هم إخوانه عليهم السلام ومات على ذلك هناك مثلا عبيد الله بن جحش وهو كان أخا للسيدة زينب بن جحش التي هي أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الحبشة وتنصر ومات على غير الإسلام كان من كتبة الوحي فلا يقال له بعد ذلك صحابي إذن الصحابي التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن على سبيل العادة كان اللقاء ومات على الإيمان هؤلاء حين خطب النبي خطبة الوداع كانوا أكثر من مئة ألف من الصحابة قدر على قول بعض العلماء كانوا مئة وأربعين ألفا فالأنبياء الذين اجتمعوا به أي بالنبي عليه الصلاة والسلام محمد ليلة المعراج في المسجد الأقصى حرره الله لا يعدون صحابة لماذا؟ لأن ذلك الاجتماع ليس على الوجه المتعارف يعني من باب خرق العادة وأما قوله رحمه الله ولا نفرط في حب أحد منهم أي لا نتجاوز الحد في محبة أحد كما تجاوز بعض المبتدعة هناك من يقول في بعض الصحابة هم أفضل من بعض الأنبياء وهذا كفر نبي واحد أفضل من كل الأولياء نبي واحد أفضل من كل الملائكة الأنبياء أعلى خلق الله رتبة فتفضيل واحد من الصحابة أو غير الصحابة من عامة الناس ولو كان وليا على نبي هذا تجاوز للحد المأذون لنا به في الشرع فانتبهوا يا أحباب فقد قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه هلك في أثنان مبغض قالي ومحب غالي أثنان واحد يكرهه ويعاديه قالي يعني معادي هذا هلك لأن النبي أوصى بحب علي رضي الله عنه وأرضاه والثاني أحبه ولكن غالى كالذين عبدوه هؤلاء والعياذ بالله تجاوزوا الحد فأشركوا بالله والعياذ بالله ومعنى قوله رحمه الله ولا نتبرأ من أحد منهم أي لا نكفر منهم أحدا أنا سمعت واحدا على التلفزيون والعياذ بالله أسمعوني مقطعا له كفر الصحابة جملة هذا خرج من الملة من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فكيف إذا كان كفر هؤلاء الذين وصل إلينا الدين من طريقهم كما ذكرنا يا ويله من الله ومعنى ولا نذكرهم إلا بخير هذا من حيث الإجمال أما من حيث التفصيل فنمدح من يستحق المدح ونذم من يستحق الزم على حسب ما يقتضيه الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن هذا شيئا وعن هذا شيئا من باب تعليم الناس وهذا موجود في كتب الحديث أما قوله ولا نتبرأ من أحد منهم إلى قوله وإحسان ليس معناه أن يساوى بين كل من ثبتت له الصحبة في المحبة والتعظيم والإجلال نحن لا نحب كل الصحابة بمرتبة واحدة من باب أنهم كلهم فضلهم واحد لا يوجد من هو أفضل من غيره لا وإنما يتفاضلون وأنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لبعضهم خصائص من نساء صحابيات أو رجال صحابة رضوان الله عليهم فإذن فذلك غير مراد إنما المراد أننا لا ننبذ أحدا ممن ثبتت له الصحبة وثبت على مقتضاها إلى آخر حياته يعني لا نخرجه لا نخرج أحدا منهم من حكم الصحبة طالما ثبتت صحبته فنحن نثبت صحبته وهنا من ألف من العلماء في الصحابة ولكن يوجد من اختلف فيه هل ثبتت له صحبة أم لا فهؤلاء إذا اختلف فيهم يعني أقوال عند العلماء لم يثبت فهذا لا ضرر إذا قلت بهذا أو بهذا أما مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأمهات المؤمنين فهؤلاء ثبتت صحبتهم فلا نتبرأ منهم ومن حكم الصحبة هذا المقصود لأن الصحبة إذا أخذت على معنى مطلق الاجتماع مع الإيمان به تشمل من قال عنه الرسول فلان في النار هذا كان مسلما ومع ذلك هو صحابي فهل معنى حين قال النبي في النار هو مثل أبي بكر لا مع الإيمان به تشمل من قال عنه الرسول فلان في النار فإنه قال عن شخص من أهل الصف هؤلاء كانوا فقراء الصحابة يبيتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصدق عليهم الناس والنبي كان يعطيهم أشياء وجد معه دينار أو ديناران كما في مسند الإمام أحمد فالنبي قال كية أو كيتان يعني يستحق العذاب يوم القيامة لماذا؟ لأنه كان يتظاهر بالفقر ويخفي مالا ويأخذ مالا من الغير على أنه فقير وهذا كان معه فهذا ليس له النبي حذر من هذا عليه الصلاة والسلام وانتبهوا يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل المسألة يعني الشحاذة وطلب المال من الناس على أنه مستحق باسم الشحاذة لا تحل هذه قال إلا لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي المكتفي بمال أو عمل ليس له ذلك والمكتفي بالصحة فيستطيع أن يكسب ما يقوم به ويحتاجه فهذا كذلك ليس له أن يسأل الناس أمواله وقال عن آخر من الصحابة كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو فغل شملة هذه شملة قطعة من قماش وغل يعني وقع في الغلول أخذ من مال الغنيمة قبل أن يقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة هذا الصحابي في البخاري قال فغل شملة يعني أخذها سرقة قبل أن تقسم المغانم فقال عليه الصلاة والسلام رأيت شملته تشتعل عليه نارا هذا من الصحابة فإذن هل يقال هو مثل عمر يتفاوتون وكان شخص آخر كان يقاتل في بعض الغزوات الكفار قتالا شديدا فأعجب بعض الصحابة لما رأوا من نشاطه أعجبوا ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه إنه في النار رواه البخاري طيب فلما يقول الرسول عن مثل هؤلاء وهم من الصحابة ما يكون عندنا من النتيجة أنه ليس كل الصحابة بمرتبة واحدة فالحاصل أنه ليس كل فرد منهم كان تقيا صالحا يتفاوتون وليس كلهم علماء بل يوجد من هو أعلم من غيره ثم قوله صلى الله عليه وسلم في أهل صفين الذين قاتلوا عليا إنهم دعاة إلى النار لأنه ورد في الحديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية يا حزني على عمار يقتلونه يعني ظلما يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار هذا رواه البخاري فقوله عنهم دعاة إلى النار وفيهم بعض الصحابة لكن عدد قليل يشمل عددا قليلا من الصحابة أكثر الصحابة كانوا مع سيدنا علي رضي الله عنهم فهؤلاء الذين قاتلوا سيدنا عليا قسم قليل منهم من الصحابة والقسم الأكبر لم يكونوا من الصحابة إنما من الذين أسلموا من أهل الشام من الذين موه عليهم معاوية وأوهمهم أن علي كان له يد في قتل عثمان علي رضي الله عنه بريء من دم عثمان بريء من ذلك ولكن معاوية لم يبايعه واتخذ هذا حجة حتى يبقى في الملك والحكم ثم هو أي معاوية بعد أن حصل على مطلوبه يعني حين تنازل سيدنا الحسن بن علي لمعاوية عن الخلافة ماذا فعل؟ لم يأخذ بدم عثمان بعد أن حصل على مطلوبه كف يده عن أولئك الذين قتلوا عثمان فعلم بذلك أنه كان يطلب الدنيا كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه عنه مسدد في مسنده فهؤلاء الذين نزلت مرتبتهم عن أكابر الصحابة نحبهم لاسم الصحبة باعتبار هذه الناحية ونحبهم لأنهم خدموا الدين نحن لا ننكر أنه ثبتت لمعاوية الخلافة بعد تنازل الحسن ثبتت له الخلافة وأن طاعته كانت واجبة أي في طاعة الله إن دعا للجهاد أو الحج أو نحو ذلك مما فيه مصالح الأمة فلأجل هذا قال العلماء نحب الصحابة يعني من حيث الجملة لأنهم خدموا الدين وأما قولنا عنهم هم عدول يعني عدول رواية فلا يكذب واحد من صحابة رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من كان فاسقا يعني وقع بالكبائر في هذا لا يحصل منهم بأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الطريقة التي فيها النجاة ما أنا عليه وأصحابه فرضوان الله عليهم أجمعين جمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى وأمدنا بأمدادهم وأمداد رسول الله صلى الله عليه وسلم علقوا قلوبكم بصحب رسول الله وآله الكرام نفعنا الله بهم وجمعنا بهم تحت لواء سيد العالمين صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته